سولر دي جي بي ان فاست. لو مهتم بجديد ومفيد في علامة تطبيقات الشركة في قناتي وانا اقول لك وظيفة كل تطبيق مزايا وعيوب. البي بي ان وظيفته انه لما تيجي تفتح اي خبر من الاخبار فيقول لك تأكد ان ما تفتحك بالانترنت. تعرف ان البي بي ان هو سلاحك الوحيد عشان تفتح الخبر ده. لان الخبر ده محظور في بلدك. والبي بي ان وظيفته انه بيفتح لك انترنت عن طريق تغيير الارب من الدولة اللي انت فيها الدولة تانية. فالحظر اللي بيقى موجود في الدولة بتاعتك بيتشال بمجرد ان انت تفتح نت من دولة تانية. تقدر عن طريق تطبيق دوت او غيره من التطبيقات ان انت تفتح اي خبر اي سايت تحمل اي محتوى انت عايزه تفتح اي لعبة تحمل اي لعبة تقدر كمان تطبيق زي تطبيق فيسبوك في الصين ما بيشتغلش يوتيوب في الصين ما بيشتغلش لو انت فاتح في بي انت هتشغل معك عادي جدا انت رفونك يبقى شغال معك وانتهى لسهولة. التربيق ده بقى اه محمله عشر تلاف مستخدم اه تقييمات ومفيش تقييمات حاولت ان انا احمل التطبيق واشتغل عليه. لقيت ان انا لازم اشترك بتلتة مية وعشرة جنيه عشان اجرب التطبيق. فالتطبيق مفهوش اي حاجة فري عشان اجربها في البداية خصوصا ان الفي بي ان بيختلف من دولة لدولة ومن مكان لمكان. فنصيحة مني ما حدش يحمل التطبيق ده ولا ان هو يتعامل ويدفع اي فلوس لانه ممكن بعد ما تحمل وتدفع الفلوس تلاقي الفي بي ان عندك بطيق جدا. فريد ان نجرب الاول التجربة المجانية قبل ما نجرب ان احنا ندفع فلوس. لان التجربة المجانية لو بطيقة فيبقى اه مش هينفع ان احنا نحمل التطبيق. لو سريعة فانت لو عايز اسرع من كده فانت هتقدر تدفع الفلوس وانت منتمن ان الفي بي ام ان اريدي شغال عندك. شيروا لايك وسبسكرايب للقناة لو كنت اشعر في تطبيق ادي كده.